بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صلاة الجماعة مسألة إمامة الصبي للبالغ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم القول الأول لا تصح إمامة الصبي للبالغ لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم القول الثاني أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة أنه أما قومه وله ست أو سبع سنين لأنه كان رضي الله عنه يتلقف الركبان وهو صبي ذكي فيحفظ منهم القرآن ولما قدم أبوه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين فهذا يدل على جواز إمامة الصبي للبالغ والمراد الصبي المميز مسألة الصلاة خلف من به سلس البول إذا صلى بمثله هناك الصور الصورة الأولى تصح الصلاة خلف من به سلس البول إذا كان بمثله والصورة الثانية قالوا تصح صلاته مأموما بإمام سليم إذا كان مأموما صحت صلاته إذا كان الإمام سليم من هذا المرض يعني ليس به سلس البول الصورة الثالثة قالوا صلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض لا تصح فإذا صلى من به سلس البول إماما بمن هو سالم من هذا المرض فصلاة المأموم باطلة وصلاته أيضا باطلة لأنه نوى الإمامة بمن لا يصح ائتمامه به إلا أن يكون المأموم جاهلا بحال هذا الإمام والعل في عدم صحة إمامة أن حال من به سلس البول دون حال من سلم منه ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام قال ابن عثيمين رحمه الله والقول الصحيح في هذا أن إمامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا الرجل صلاته صحيحة إذا انفرد لأنه فعل ما يجب عليه وإذا كانت صلاته صحيحة إذا انفرد لازم من ذلك أن تكون إمامته صحيحة هذا فيما يخص هذه المسألة الصلاة خلف محدث أو متنجس يعلم ذلك هنا مسألتان المسألة الأولى الصلاة خلف المحدث قالوا تصح الصلاة خلف المحدث بمعنى أن المأموم صلاته صحيحة إذا كان الإمام محدث ولكن يشترط في هذا أن يكون الإمام والمأموم جاهلين بذلك يعني الإمام لا يعلم أنه محدث والمأموم لا يعلم أن إمامه محدث مثال ذلك في الحدث الأصغر إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أن لحم الإبل ينقض الوضوء أو أكل لحم الإبل ولم يعلم أنه لحم إبل وكان يعتقده أنه لحم ضعن فصلى بالجماعة وهم كذلك لا يعلمون أن هذا الإمام أكل لحم الإبل فلما انتهت الصلاة علم أن اللحم الذي أكله هو لحم الإبل وهذا وهو بمن يقول بأن لحم الإبل أكل لحم الإبل ناقض الوضوء فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم صحيحة والإمام يعيد لأنه صلى بغير وضوء وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فهذا مثال في الحدث الأكبر في الحدث الأصغر والحدث الأكبر أيضا لو كان عليه مما يوجب الغسل كمثلا احتلم ثم نسي أنه احتلم فصلى بالناس صلاة الفجر ولما انتهى من صلاة الفجر تذكر أنه كان محدث حدث أكبر فصلاة المأمومين صحيحة وهو يعيد الصلاة لأنه صلى وعليه حدث أكبر المسألة الثانية الصلاة خلف المتنجس إذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجهل هذه النجاسة والمأموم كذلك لا يعلم أن الإمام عليه نجاسة ثم انتهت الصلاة فإن صلاة المأمومين صحيحة المأمومين صلاتهم صحيحة لأنهم معذرون بالجهل وأما الإمام فعلى قول عند العلماء أنها لا تصح صلاته فيجب عليها أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة لماذا؟ قالوا لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة وهو لم يجتنب النجاسة والقاعدة إذا تخلف الشرط تخلف المشروط هذا قول عند العلماء إذن المأمومين صلاتهم صحيحة لأنهم معذرون بالجهل ولا يعلمون أن إمامهم صلى وعليه نجاسة أما الإمام فهو في هذا القول يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد أن يزيل النجاسة لكن القول في هذه المسألة الذي اختاره وصححه الشيخ بن عثيمي رحمه الله قال أن الإمام أيضا إذا جهل النجاسة فإنه كالمأموم إذا جهل النجاسة الإمام والمأمومين فصلاتهم صحيحة جميعا والعذر للجميع بالجهل فيعذر كما أنه يعذر المأموم يعذر كذلك الإمام وقال هذا هو القول الراجح واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه ذات يوم وعلى نعليه قدر وقع على نعليه قدر فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعتم نعالكم أو لماذا خلعوني عليهم؟ قالوا رأيناك خلعت رسول الله نعليك فخلعناني علينا فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدر فخلعتهما إذن وجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا عليه وفيهما نجاسا قدر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بهما حتى أخبره بذلك جبريل ولو كانت هنا الشاهد ولو كانت الصلاة تبطل بوجود النجاسة مع الجهل لابطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي سبقت لأنه افتتح الصلاة ثم خلعن عليه بعد ان افتتح الصلاة ولا استانف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنه صلى عليه نجاسة فتكون باطلة ولما لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإنما خلعن عليه وأتم صلاته دل ذلك على أن النجاسة إذا وجدت على الإنسان مع الجهل وانتهى من صلاته فإن صلاته صحيحة مسألة إمامة الأمي لا تصح إمامة الأمي بمن ليس أمي لا تصح إمامة الأمي بمن ليس أمي يعني الأمي تعريفه هو من لا يقرأ ولا يكتب أو هو من لا يحسن الفاتحة قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته فيقرؤون ويعلمهم الكتاب فيكتبون فالأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب وهو من لا يحسن الفاتحة ويلحق به كذلك من يبدل حرف مكان حرف كالألتغ أو الذي يبدل الراء باللام أي يجعل الراء لاما فيقول الحمد لله لب العالمين بدل أن يقول رب العالمين يقول لب العالمين فهذا أمي لأنه أبدل حرف من الفاتحة بغيره وأدى ذلك إلى أن يتغير المعنى وكذلك الذي يلحم في الفاتحة لحنا يحل المعنى واللحن هو تغير الحركات سواء كان صرفا أو نحوا فإن كان يغير المعنى فإن المغير أمي فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم بفتح الهمزة فهذا يحل المعنى لأن أهدنا من الإهداء أي أعطنا هدية بخلاف إهدنا يعني دلنا إلى الصراط أو اجعلنا على الصراط فهذه المسألة أن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أو الذي يلحن أو الذي يغير المعنى لا يجوز أن يكون إماما لمن يقرأ ويحسن القراءة ويستثنى من هذا إذا أم مثله إذا كان الأمي يأم مثله فإذا صلى أمي لا يعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاتهما صحيحة صلاة الإمام وصلاة المأموم لا يستطيع أن يأتي إلا بهذه الحالة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فصلات الإمام وصلاة المأموم صحيحة إذا كان كل منهما أمي أو كل منهما يلحن لحنا يغير المعنى ولا يستطيع أن يصححه ولا يستطيع أن يصححه أو ليس عنده من يصححه ففي هذه الحالة يصح مع أن الإنسان يجب عليه ويلزمه أن يتعلم من القرآن الكريم ما يؤدي به صلاته وهي الفاتحة أن يتعلمها ويفهمها ويحفظها بحركاتها وبالتجويد حتى يؤدي الصلاة لأنها ركن الفاتحة ركن من أركان الصلاة أما ما زاد على الفاتحة فإنه سنة مسألة إمامة قوم هم له كارهون إمامة قوم يكرهونه وهذه الكراهة بحق هذا ما سنتحدث عنه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل